يعني الستي حالة عظيمة جدا وانا بس مع التأرير افتكرت جملة كان قالها بيب جورديولا قبل كده في حوار متستغربهاش يعني لما بيتسئل يعني هو ازاي بيقدر يشتغل طول الوقت وازاي بيقدر يشتغل بنفس الجودة دي طول الوقت وازاي امكانياته العظيمة دي فبيب جورديولا رد على السؤال وقال انا عامل زي المرأة زي الست يعني انا عامل زي الست اللي بتعرف تعمل اكتر من حاجة في وقت واحد ومن نفس الجودة هو شبه نفسه كده ولما سألوه على فكرة انه ازاي اللي عبتك بتقتنع بافكارك اللي هي الغريبة دي بيبجوردول لها افخار غريبة فقال لهم لو اللاعب وانا جاي اقول له الفكرة حس ان انا وانا بقول هالو شاكك فيها مش هيصق فيها ومش هيعملها بس انا وانا بروح لللاعب اقول له انت هتعمل كذا وكذا وكذا بقول هالو بحماس شديد جدا وبقول له اكيد هتنجح فيها فهو بيعرف على طول ان هو واصق في كلامي او انا واصق في اللي انا بقوله فبيصق في كلامي فيلسوف يعني فيلسوف حرفيا يعني مش اللي هو كلمتين وخلاص كده في علماش يعني فيلسوف بيبجوردولا زي ما دايما بيقول ان احنا محظوظين ان احنا عيشنا عصر ميسي وكريستيانو رونالد وطبعا محمد صلاح احنا كمان محظوظين ان احنا عيشين عصر بيبجوردولا استثناء بكل المقاييس رائع بكل المقاييس مدهش وصعب صعب جدا لما تبقى منافس بيبجوردولا لازم تشيل الهم هذا كلام على مدربين وفرق وجماهير لما يبقى المنافس بتاعك بيبجوردولا لأ انت فرص مكسبك اقل بكتير من فرص فوزك اه ممكن تكسب استثناءا وليس القاعدة القاعدة عند بيبجوردولا انا اكسب انا اكسب ولما اخسر يبقى استثناء ولما اخسر يبقى انا اللي عملت حاجة غلط جدا فخليت نخسر مش اللي قدامي عمل حاجة عظيمة حالة بيبجوردولا بصراحة مدرب مش طبيعي وطبيعي يكون اغلى مدرب في العالم وطبيعي جدا انه هو يكون عليه تنافس كبير طول الوقت